النهاردة حبايبي اعمل مع بعض بشامل دايت لو حابين تعرفوا معي الطريقة عملتوا ازاي تقولي كده لرهاية الفيديو لا تنسوا ليش حبايبي فضلا وليسة امرا باللايك والشير يلا بينا نشوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخوتي وحبايبي في الله في مطبخ طلبتك اوامر مع حنان الورائي النهاردة بقى ايه هنعمل مع بعض بشامل دايت ده اللي انا حابل بيه البكرونة النهاردة وان شاء الله كده الطريقة الاعجابكو طيب قولي حبايبي عشان فيديو يعني بشامل ده جميل فعلا نه وعينفعك كمان في حاجات يعني بالشرط مكرورة بشامل لا عينفعك في حاجات كتير يلا بنا نبدأ كده بالصلاة على رسول الله ونشوف مع بعض عنابل ايه اول حاجة حبايبي انا باخد كده معلقة سمنة وبحطها في حلة على البتجاز ومعايا دول كده اربع معالق كبار مليانين دي فانا بحط معلقة السمنة في حلة على البتجاز تقدري في الخطوة دي عايزة تستخدمي بعلقة سمنة فلاحي عايزة تستخدمي سمنة جدة سمنة روابي اللي يعجبك ومعايا كيلو من المكرونة حطها حلة كده على البتجاز في عبايا مع معلقة ملح ومعلقتين كده زيت واول الميا مغلت نزلت عليهم بالمكرونة وفي نفس الوقت يعني عبالة بقلب في البعلقة الدي على شرد ايه ادي لها لون دهبي زي ما احنا شايفين وفي نفس الوقت عبالة بقلب في الايه في الباكرونة الباكرونة بتقعد حوالي تبت دقايق اول ما بتحس اللي هي خلاص استوت فبتبدأ اللي انت بتصفيها من غير ما تبرد عليها بمية ساعة ولا اي حاجة هنا معايا كيلو لبن مغلي وبارد اللبن يكون منزوعة دسم يعني تكون يغاليه وحطاه في التلاجة وتطلعيه وتشيل بطبقة القشطة اللي عليه لو عايزة اللي تتعبليه دايت كده وممكن تسيبيها يعني لو حابة تسيبيه ممكن تسيبيها بس لو انت عايزة يعني دايت فبتشيل بطبقة القشطة وبنبدأ ناخد كبشتين كده من اللبن البارد وحطيتهم كده في الحلة اللي انا كان فيها معلقات الديق اللي انا شوحتها كده يعني لودها بكده بعد معلقات السابنة بقيت اللبن بحط عليه ثلاث معالق كبور من الديق وبقلبه وبرجع اللي انا بتقلبيه بمضرب اللي هو متاع البيض المضرب اليدوي عشان الديق يختلط على طول بعد اللبن وهنا بحط معالقة صغيرة من الفلفل الاصبر او ممكن فلفل ابيض لو عندك ومعالقة كده من الملح مبدأ لنا ايه بقلب خليط البشابيل الاول كده على بعضه على البارد وبعد كده برفعه بقى ايه على البتجاز على نار هادية وبقلبه لحد ايه ما يبدأ البشابيل قوية تقل باعيه هنا بقلب برضو المكرونة وبتباحها لو البشابيل اللي حسيت اللي هو تقيل باعك يجامد فبكت تخفيه بشوية مية كده يعني المهمة القوم بتاعه يعني لو حسن القوم تقيل باعك يجامد فبكت اللي انت تزودي شوية مية وتبتع بديه هنا بعاية البشابيل اللي بقى جاهز كده معاية والمكرونة سلقتها وصفتها من غير ما برد عليها وحطيت عليها رشة الارفة وحقلبهم بقى ايه مع بعض رشة الارفة بارفة مدرة بتدلها طعام جميل ومعاية في الطبق الزغير ده هوت بيضة وعليه رشة ملح ورشة فلفل اسمر وابدأ لده بقلب المكرونة كده هوت وخليط البشابيل كده بقى جاهز بعاية طريقته سهلة وبسيطة لقول لكم تاني البشابيل اللي بقولات البشابيل انا استخدمت ايه بجيب كيلو لبا بغليه وبحطه في التلاجة يعني اليوم اللي انا حاول فيه بجاهز البشاميل عشان اعمل به الباكرونة ببدأ اللي انا بطلع بقى اللبن يكون مغلي وبارد وبشيل طبقة القشطة وبعد كده بنحتاج اربع معالي كبار من الدي ايه ومعلاقة صغيرة ملح ومعلاقة صغيرة فلفل ابيض يفضل او اسمر طبعا ملح بتحطيه طبعا بتدوء البشاميل لو بحتاج بتحطي كده انا دواتي زي ما احنا شايفين جبت الصنية وبحط فيها طبقة كده من البشاميل وحبدأ ايه ان انا شلت الصنية التانية لان انا هستخدمها ايه دواتي وببدأ لان انا بوزع كده اعمل بقى طبقات اه احط طبقة مكارونة وبعد كده شوية من البشاميل عليها وبعد كده احط طبقة من اللحمة المفروبة اللحمة البعصاجة اه انا عامل اه فيديو الوحديها لو حابين تشوفوه ممكن ايه اسملكون رابط بتاعها في الشاشات النهاية تقدروا لانتو تشوفوا طريقتها اه كانت معبولة ازاي اه اه وكمان الطريقة ديت سهلة وبسيطة ايه جدا وطبعا ايه اه طريقت البشاميل ده هوت يعني طريقته اه سهلة وبسيطة وكمان اللي هو بشاميل صحي اه بمعلاقة سبنة واحدة بس معلاقة سبنة يعني تقدر انت تعبلي اه اه افضل واحسن بكارونة بشاميل كمان لان مش هتتعب واه اي حد عيكل بدها مش هتسبب له اي مشاكل صحية لان احنا عارفين اه في ناس كتير بتعمل بكارونة بشاميل وبتحط لها سامنة كتير ودي كمان يعني بتتعب بتسبب اسهال وبتسبب مشاكل صحية اه كتير جدا فطبعا وكمان لو احنا في شهر رمضان فما ينفعش اللي احنا اللي هي تتعابل كمان لان هي حتتعب اي حد عيكل بدها فعتتعبه فدي كده يعني اللي انت تعبلي بشاميل ده بشاميل صحي اه جميل جدا نا تقدر اللي انت تعبليه وتعبلي بيه البكارونة البشاميل بيبقى روعة بصراحة ولما تيجي حتى تكلي بدها مش هتسبب لك اي بشاكل صحية بالعكس مش هت يعني مش هتحس اللي هي تقيل عليك كده تكليها فعتبقى حلوة جدا الوقت انا حطيت طبقة اللحمة بحط كده كبشة من خليط البشاميل وبعد كده هكرر نفسي حكاية حط بقى البكارونة طبقة بكارونة وبعد كده بقيت البكارونة لفضلة لان ده كيلو معي فانا هعمل بيه 2 صانية والصانية التانية هعملها بنفس الخطوات بالضبط وبعد كده البشاميل اللي فضل معي زودته شوية مية طلع معي صانيتين بقولكو البشاميل اللي ده هوت زودته شوية مية عشان عايزي بقى سال شوية عشان اقدر لده اوزعه على وش الصانية وبعد كده افرده بقى ايه بالزباترة كده هوت او بالكبشة كده بفروض يعني لده هفرده حد بوزعه خالص اغطي طبقة المكارونا وبعد كده هنبدأ بقى لانا ارب البيضة بع شوية رشة ملح ورشة فلفل اسمر وابدأ لانا ادهم بيها الوش ودخل الصواني ديها تحت الشوية عشان تاخد لون دهبي وتبقى جاهزة معي لانا اقدمها بقى ايه جدا يعني احلى واطعب والاز مكارونا بشابيل لتقداري انت تعبليها ويعني من غير ما تسبب لك اي مشاكل صحية لقد هي معمولة بمعلاقة واحدة بس من السمنة طبعا حابة تعبليها بسبنة يعني معلات السمنة دي تعبليها سمنة فلاحي سمنة جندة سمنة روابي اي سمنة انت حابة تستخدميها فممكن تستخدميها دهوقتي انا بدل بقى الوش كده بالطبقة البيض زي ما احنا شايفين اهوت انا مصورة معاكم كل حاجة خطوة بخطوة وطبعا في فيديو كنت عاملة فيه المكرورة البشاميل دي بقى ايه بالخطوات يعني كاملة كمان كنت عاملة فيها اللحمة اللحمة متعصاجة فيها وكنت عاملها كاملة بس انا عشان الفيديو ده يظهر في البحس لاني حابة البشاميل الديت يظهر في البحس اليوتيوب ولاستانية تستفاد اكتر بطريقة البشاميل الديت دهوت لديه هو فعلا جميل جدا وكبان فيه بشاميل كبان ممكن تعمليه من غير سمنة خالص يعني فان شاء الله بعد كده بعمل لكم اعمل لكم فيديوهات تانية ان شاء الله دهوقتي انا حطيت بقى ايه كده المكرورة تحت الشوايا خدت لون دهبي زي ما احنا شايفين وبالفة هنا يعني بصوا يعني انا بضغط عليها بقول لكم هي ايه طرية جميلة جدا وتقدر اللي تتقدمها لأفراد أسرتك وبالفة هنا حبيبتي ولو الفيديو عجبك ما تنسيش كده تدع بيدي باللايك والشير شكرا للمشاهدة السلام عليكم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة